تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي أوروبا اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها أي فريق بدي يعمل ريمونت هذا واحد من الأساسيات بل أول الأساسيات إنه لما تجيك فرصة خطيرة الأولى والثانية لازم تحولهم الأهداف لأنه لما تلعب ضد فريقي كبير ما رح ينغدر أكثر من مرة أو مرتين على الأكثر حيعادج نفسه فما بارك لو كان هذا الفريق الكبير ريال مدريد إذا بيلعب دور الأبطال كأنه بيلعب بطولة كأس بكل هدوء وبيقدر دائما يدير أموره وفي قاعدة أيضا أخرى صعب جدا تكون عندك عيوب عندك نقطة ضعف عم بتزيد وبتزيد وبتزيد هي أهدار فرص من أول الموسم وفجأة تفتح معك في أهم مباراة إلك صعب جدا ريفربول اليوم قدم مباراة كثير ممتازة مقارنة بلقاء الذهاب ريفربول يتحسن كثير أعطى رسالة واضحة أن هذا الفريق ما زال عنده هيكل قوي يمكن البناء عليه للمستقبل لكنه أيضا دفع ثمن لقاء الذهاب أخطاؤه الدفاعية استراتيجيته الخاطئة اللي خاطئ فيها لقاء الذهاب ريال مدريد دخل اللقاء شفنا لاعبين تقريبا محتاجين جهاز تنفس خلال اللقاء عشان يكملوا لكنهم قدروا يلجأوا لبعض الأسليب بعض الاستراتيجيات مع بعض التدخلات من المدرب يمشوا الوقت كان كل اللي بهمهم الساعة أكثر من النتيجة وهذا اللي فازوا فيه وتأهلوا فيه حندخل بتفاصيل هذا اللقاء كامل وأثناء مشاهدتكم هذا الفيديو تتركوا لايك لو أعجبكم ولو ما أعجبكم أيضا تتركوا لايك لأنكم أصحابي ريال مدريد دخل اللقاء تحت ضغط الإصابات والغيابات والإرهاق بخطة 4-3 ريال مدريد وصلت في الأمور أن يرسل فالبردي كظاهير أيمن لأنه زيدان مش كثير واثق بأنه يكون أودريزولا كظاهير أيمن فالبردي كلعب ذكي بيفهم كثير كرة القدم قدر يتأقلم بسرعة على ذلك المركز في المقابل ليفربول تقريبا دخل بنفس لقاء الذهب مع ذا نبي كيتا دخل بداله ميلنر لأنه نبي كيتا كان زيد في لقاء الذهب ولأنه كروب كان عنده بعض الأفكار اللي حنشرحها ليش يبدأ بميلنر بدأ اللقاء شعرنا من أول دقيقة أنه يورجن كروب عارف جيدا أنه إرهاق ريال مدريد أسوأ من إرهاق ليفربول ليفربول العلم مرهق عنده غيابات عنده إصابات أيضا لكنه شعر ريال مدريد جاءت الكثافة والمباريات على نفس العدد من اللاعبين فشفنا من أول دقيقة عم بيحاول يرفع الرتم بشكل سريع جدا والافتراض المنطقي من عند يورجن كروب أنه كل ما سرعت أكثر كل ما سرعت أكثر أيضا أنه أوصل للحظة يكون فيها كروس أو مودريدش مش قادرين يكملوا اللقاء فأخرج لاعب من اللاعبين هذا إفتراض نظري وربما كان الأمل أنهم الاثنين يطلعوا مودريدش أثبت أنه عنده أربع ريئات فقدر يكمل اللقاء كروس كان واضح جدا أنه بعيد جدا عن توني كروس فالتسريع الأكثر ساهم بشكل أو بآخر أنه يخلي ثلاثي وسط ريال مدريد منكمش عن نفسه مفكر دفاعيا أكثر من هجوميا لأنه هذا الرتم ما بقدر يخذوه بعد كل ذلك الإرهاق ليفربول الربع ساعة الأولى قدم مباراة ممتازة ولما نحكي عن فريق كبير ضد فريق كبير ربما هي أفضل ربع ساعة للبربول أمام فريق كبير هذا الموسم استحول على الكرة قدر يغير اتجاه اللاعب دائما يمين يسار قدر يفرغ آرنود روبرتون بكثير مواقف والأهم من ذلك أنه قدر يعمل كرة المعروفة اللي بضرب فيها خط الدفاع بظهره فبيكون ماني أو صلاح عم بيستنى ويمرر الكرة للآخر وصارت هذه الأمور تمام وانفرت صلاح بكوردوان وضيحها ثم أيضا لبربول كان قادر بأكثر من مواقف يخلق مواقف أنه لاعبينه متفرغين أمام منطقة الجزاء قادرين على التزديد وأيضا جاءت تزديدة أبعدها كوردوان مرة ثانية كوردوان اللي بالتأكيد أنه حارس لا نقاش فيه بأنه أساس تأهر ريال مدريد فيه لقاء اليوم لأنه لو جاء الهدف الأول أو الثاني مواحدة منهم كانت الأمور حتأخذ منحة آخر تماما لكن زي ما حكيت من أساسيات أير منتدى أنك تسجل لما خصمك الكبير يغلط معك مرة أو مرتين لأنه هذون الموقفين ما تكرروا في اللقاء ريال مدريد غير شوي بتمركز لاعبي فالبردي أخذ على الجو بعد البداية الأولى لأنه مركز جديد كاسيميرو صار يرجع بشكل أفضل يغطي المساحة اللي ممكن توجد ما بين ناتشو وميليتاو فما عاد هذا الاسلوب موجود كروسو ومودريش أيضا صاروا رجزه أنه لعبين العمق في الليبر بول جاهزين يسددوا فتم إغلاق هذه المساحة أيضا فالأفكار اللي نجحت ما عادت قابل للتكرار بالنسبة للليبر بول فدخل في سيناريو آخر وكعادة أي مباراة بيخوضها زيدان ولما يلعب مباراة ويكون ما بده يخسر دائما بيحاول أول ربع ساعة يحتوي الصدمة وهذا عمله وبعدها بربع ساعة بيمسك الكرة بعض الأحيان بشكل شوي في نوع خليني أسميه من الملل وهذا اللي فعله أيضا بعد 15 دقيقة الأولى اتفوق اللي بربول بالاستحوان ما بين الدقيقة 15 و30 لريال مدريد مسك الكرة 64% لكن فعلا ريال مدريد كان عم بيدعي خليني أسميها أنه بدي يهجم أنه بدي خلق خطورة كان عم بيدور كرة من اليمين لليسار من اليسار لليمين ويبطء الرتم قد ما يقدر ويعمل زي اللابس قناع بيقول أنا بدي أهجم مسهو ما بدي يهجم فعليا كان بدي يمشي الوقت ونجحت استراتيجية ريال مدريد هذه هدت شوي من الرتم بشكل واضح مشت ربع ساعة إضافية وهو ممتلك الكرة 64% وهذا السيناريو في الشوط الثاني ريال مدريد لجأ له أيضا تقريبا في الدقيقة 60 لبعض الدقائق لكن اللي فربول كان مستعد يضحي مدنيا أكثر فمنعه يمد هذه الفترة لربع ساعة هذا بورينا أنه ريال مدريد دخل اللقاء وحتى كلوب دخل اللقاء بنفس الفكرة المدربين الكبار بيتخل المباريات الكبيرة بعد الاستراتيجية مقسمينها الربع ساعة الأولى حنعمل هيك لو الأمور بشت تمام حنعمل هيك هذا القناع إيجابي خين أكرر كلمة القناع الإيجابي أنه ريال مدريد كان يحاول يدعي أنه يحاول يهجم في بعض مواقف اللقاء هدفه الأول الإرهاق لأنه الفريق مرهق ما بقدر فعلا يهجم ويضغط ويسجل أهداف ثانيا هدفه الثاني أنه يجبر العميل اللقاء بربول يرجعه شوي فيخفض ضغط على المدافعين يأخذوا نفسهم هذا أساسي في المقابل أيضا كنا نشوف صعب جدا تلقى الثلاث محاور من ريال مدريد عم بقدمه واحد منهم بس اللي بقدم مودريد يقدم كروس كاسيميرو بتأخره لما كان كروس يقدم مع أنه كان أقل تقدما كان دائما مودريد يتأخر مع كاسيميرو الهدف الأول أنه الفريق فعلا بطيء اليوم كان بالارتداد من الهجوم للدفاع نتيجة مرة ثانية الكلمة اللي حكررها كثير الإرهاق الواضح وشي ثاني أيضا أنا متقدم ثلاثة واحد في الذهاب مش مجبر أعطي الخصم مرتدات مش مجبر عشان أقول عن نفسي شجاع أعطيه مساحات إذا بدي أحكي عن شغلي عابت لبربول اليوم حول منطقة جزاء فهي التمريرة اللي دخل الكرة منطقة جزاء ربما بعض هذه التمريرات صابت وصلت فيرمينيو وصلت صلاح وصلت ماني لكن كثير منها كانت تلتعب بشكل مقروق للغاية من دفاع ريال مدين بشكل متسرع بعض الأحيان متلقى لو كرة أرضية عم بتروح لجهة مش فيها ولا لاعب من ليبربول متلقى كرة أرضية عم بتروح لجهة ما فيش فيها ولا لاعب من ليبربول كان في نوع من التسرع آه بعضها صاب لكن أعتقد في بعض الكرات كان بإمكان ليبربول يدخل الكرة في منطقة جزاء بشكل أخطر بس لو تمهل والتسرع كان مسيطر عليهم مش بس أمام المرمى وأيضا بهذه الكرة اللي بتطغل منطقة جزاء أكيد البعض حيقول لك تمركز دفاع ريال مدين تساهم 100% تركيز دفاع ريال مدين تساهم 100% لكن العيب أساسه كان يبدأ من لمسة ليبربول اللي تحاول تدخل الكرة منطقة جزاء فكرة ميلنر بعد مرور الدقائق التفحة كويس ميلنر نازل يغطي على مودريج تماما يغلق أي زاوية تمرير أمامه إلى الأمام ونجحت تماما بذلك ومنع مودريج كثير بل أسقطوا بأخطاء عديد اليوم ومودريج نتيجة التراكم المباريات نتيجة ضغط ميلنر وقع بكثير أخطاء ومنفس الوقت ميلنر كان عنده دور آخر يغطي ورر روبرتسون لما يتقدم روبرتسون أفضل منه هجوميا فكان عم يأخذ المساحة أكثر للأمام وميلنر كان يغطى عليه فكرة ميلنر كثير ساهمت بتحسين استحواذ ليبربول اليوم ساهمت خلينا نحكي بمنع كروس ومودريج يحاولوا يأخذوا راحتهم أكثر في لقاء اليوم صحيح اليوم ليبربول متأهل لكن أعتقد يورغن كلوب أدرك تماما أنه فعليا قوته هو على الأطراف عند آرنولد روبرتسون أمامهم صلح ماني لما حررهم بشكل كبير في اللقاء اليوم آرنولد قدموا برامو متازي جدا في الناحية الهجومية صنع كثير فرص يعني أعتقد خمس أو ست كرات وضحها تقريبا كان ممكن تتحول لها الأهداف أو هجمات خطيرة جدا نفس الشي روبرتسون كان دائما قادر يخلق شوية فوضى لريال مدريد هذول اللاعبين ربما ممروا بفترة هبوط مستوى طبيعي جدا بعد مواسم مميزة لكن بازالوا روح مهمة عند ليبربول وكانت رسالة ربما ليكلوب أنه الموسم الجاي لازم يكون عندك لاعب بديل لواحد منهم عشان لو لزل مستوى الثاني يقدر الإحتياطي يسد وأعتقد كثير مدريديين دائما عندهم انتقاد على مستوى أسنسيو لأنه لعب ليس بحدة كاسيميرو ليس بروح بعض اللاعبين الموجودين لكن لنتش تطلع اللقاء أسنسيو فعليا بالناحية الدفاعية كان عم بيرجع بشكل مستمر عم بوقف زي ما بينطلب منه ووقفته كانت دائما جيدة أنها تسكر بعض زوايا التمرير وأعتقد دور زيدان الأساسي اللي كان يتوقع منه اليوم الأسنسيو مش أنه يسجل مش أنه يهجم مش أنه يرتد كان يتوقع منه لما الفريق ينضغط في صناعة الكرة وفي الصعود عند مودريش وكروس يكون في ملجأ عند الظاهير الأيمن على عب بقدر يحافظ على الكرة أسنسيو مش هو اللاعب المثالي يكون في ريال مدريد أساسي مية في المية باتتفق معكم بسأعتقد اليوم كانت أدواره التكتيكية اللي حاول يطلبها منه زيدان هو قادر يأديها بشكل أو بآخر ريال مدريد اليوم يعني في الشوط الأول كانت أهم مشاكله الدفاعية هو تمريرات الخاطئة اللي بتطلع من بعض اللاعبين مرة من منزيمة مرة من مودريش مرة من أسنسيو مرة من فالفيردي هذه التمريرات كانت تسمح للفربول يرتد والدفاع لسه مش منظمه وخط الوسط ما غير شكله بالشوط الثاني تحسى ريال مدريد كثير في نحة التركيز بهذه المسألة ما عاد في تمريرات فيها مخاطرة قل الطمع ما تلعبوا هذه الكرات أبدا لأنها فعليا هي عم تقتلنا مش عم تقتل اللي بربول اليوم كدقتل عالي كان أفضل أجبر ريال مدريد على هذه الأخطاء وأعتقد نسبة دقة تمرير ريال مدريد ما بين لقاء الذهاب والإياب انخفضت بستة أو سبعة بالمية وهذا رقم كثير كبير لو بدي أحكي عن مفتاح تأهل ريال مدريد ومفتاح عدم تأهل اللي بربول حكي الآتي مفتاح تأهل ريال مدريد اليوم إنه الفريق رغم الإرهاق رغم مواضح إنه مش بلاياقته قدر يظل يوقف زي ما بيوقف كويس هذا نتيجة تجانس كبير بين اللاعبين نتيجة اللعب مع بعض كثير خاصة ثلاث الوسط مع ثلاث الهجوم وبعض اللاعبين زي ناتشو اللي لعب معهم في فترات طويلة وأيضا مندي اللي يتعود عليهم فهدول اللاعبين أنهم بيعرفوا يوقفوا مع بعض هذه الوقفات كانت تخفف شوي موجات لفربول الهجومية تخفف شوي هبات لفربول الهجومية لأنه دائما كان في زوايا تمرير مغلقة في تمركز صحيح هذا الشي ساعد ريال منديد وهو أعتقد اللي رقنا عليه زيدان اليوم يعني أنا بعرف وين لعبتي يوقفوا لعبتي حفظين عن غير كيف لازم يلعبوه وهذا الشي ساعده كثير دفاعيا بالمقابل اللي لفربول كان واضح أنه كل ما يرفع الرتم عم بدخل كرة منطقة جزاء وعم بيخلي مرة فرمين يواجه كورت أو مرة صلاح يواجه كورت أو فرص ولكن ما كان قادر يخلق هذا الرتم لفترات طويلة وهذا عايب لفربول طول الموسم عايب لفربول طول الموسم مش بس اليوم يعني ما بتكلم عن اليوم فقط طوال الموسم لفربول عنده مشكلة ملموسة في مسألة الكثافة المستمرة طبعا أكيد التسرع كانت من مفاتيح عدم تأهله لكن افتقاده لهذا الرتم المستمر اللي هي من أول الموسم اللي ضره في الدوري وضره اليوم لفربول اليوم استفاد كثير من إرهاق ريال مدريد اللي ما خلاه يمارس ضغط عالي وبالتالي لفربول تخلص من واحدة من أهم عيوبه لما يلعب فيلبس كاباك في قلوب الدفاع انه يصعد بالكرة من الخلف فبالتالي هذا الشيء كان ملغي خارج الحسابات لكن أيضا ريال مدريد نيجي من شيء آخر بكثير مواقف أرنولد كان عم بوجف على الكرة على الطرف لوحده مرتاح وعم بيلعب العرضية والأرضية نيجي ريال مدريد اليوم من هذا الضغط الناقص على اللاعب دائما أرنولد كان عم بيهرب من جونيور دائما جونيور ممكن يوصل للمتأخر وهذا الشيء كله كان يخلي أررد يخلق خطر أكبر ربما لما نزل رودريغ وغطى على شوية قبل ما ينتقل للجهة الأخرى لكن هولا نتكلم عن طقة ربما زائدة في ريال مدريد بقلوب دفاعه وكاسي ميرو اللي كان ينضم إلهم بالتغطية على بعض العرضيات كان كل المطلوب يكون عن الليفربول مهاجب أذكى أمكر وربما خطف هدف بعد ما مرت ساعة كاملة زي ما بده زيدان مباراة بتكسر رتما شوي شوي مباراة ما فيها هدف لليفربول جاءت لحظتين مهمات وهي لحظة التبديلات شفنا التبديلات الأولى اللي جاءت من كلوب جوتا إتياغو مكان كاباك منر وإعادة فابينيو لقلب الدفاع وإعادة فيرمينيو أيضا لما يشبه ورعب رقم عشرة وتحول الفريق لأربعة اتنين ثلاثة واحد وبعض الأحيان كان عبيأخذ شكل أربعة اتنين أربعة هذا تغيير شامل تغيير جادري بالعادة المطلوب من المدرب الخصم شو يعمل يصبر دقائق يشوف شو بده يصير شو المشاكل اللي حتنخلق إلي نتيجة هذا الشكل وشو المشاكل اللي انخلقت للفريق الخصم نتيجة تغيير شكله أيضا صبر زيدان بيهدوء بدون أي توتر بدون أي تشنج وشاف اللي صار انتبه أنه تم إرسال جوتا الحيوي الجديد اللي مش تعبان لسه جهة فالفيرد اللي عارفين إحنا أنه عم بيلعب بنص إصابة مرهق بشكل أسرع نتيجة عنده أربعة في الأمام أربعة ما شعر في الثلث الثاني للأخير وبالتالي صار أسرع صار قادر يدخل الكرة منطقة الجزاء أكثر مرة شفنا تزديد دقوتا بعد مراوغ شفنا فيرمينيو سلام كرة داخل منطقة الجزاء وتدخل ميليتاو شفنا صلاح نفس الشي بيتدخل مدافعين أمامه وداخل منطقة الجزاء فزيدان أدرك لكن أيضا انتبه أنه صار في عنده فائدة اللي هي أنه صار في معنى للمرتدات شفنا جونيو عم يرتده بينفرد شفنا هذه المواقف ليش لأنه صار في محورين فقط واحد منهم محايد دفاعيا اللي هو تياغو فكان بعد صبر زيدان هدوء واتطلع على الصورة كان في تبديلات مهمة جدا رودريغو مكان فينسيوس على اليسار عشان رودريغو أولا يغطي مشكلة في صعود آرنولد مع هذه الكتافة الهجومية فيكون مساند للدفاع فرودريغو كان دائما أقرب لآرنولد مما كان جونيور عليه جهة آرنولد وكان هون في هدف آخر أيضا إنه رودريغو يحاول يستفيد من المساحات اللي ممكن تظهر في إحدى المرتدات وهذا الشيء ما صار لكن كان واضح إنه بقدر يشاكس بالمقابل كان في تبديل آخر أدريزولا رغم فقدار الفلقافي لكنه على الأقل أكثر حيوية من فالفردي المرهق المستنزف لكن فالفردي فيه شوية نفس أكثر من كروس فتم إرسال فالفردي لكما كان كروس وإدخال أدريزولا هذين التبديلين كانوا رد على التغييرات التكتيكي الأولى الرقاء هذه هذه اللحظة أنا بعتبرها لحظة حاسمة كان لو زيدان تصرف غلط كان ممكن المباراة راحت لليفربول دخول فالفردي للوسط ساعد إنه ريال مدريدي صير أكثر شجاعة في الضغط على محاور ليفربول فكسر الرتم شوي صارت الكرة بعض أحيان تضطر ترجع للخلف هذا يعني تبديل بشكل عام خير نحكي اللي صارت التبديلات من كله منطقية وعند اللي عليه ورد من زيدان أيضا منطقي بعد ما قرأ شو التغييرات وبعد عشر دقائق شفنا جدال تكتيكي آخر شامبرلين مكان ماني شاكيري مكان فرمينيو الهدف الأساسي الأول رفع نسبة الإبداع والثاني الحيوية للفريق على أمل إن هالكرة توصل صلاح أو غوتا داخل منطقة الجزاء الزيدان هون كان رده فوري بدخول إسكو وإرسال رودريغو جهة غوتا ليش غوتا؟ لأنه هو الأخطر هو الأكثر مهارة هو اللي أكثر ذهابا للمرمى أرسل رودريغو يحاول يوقف عنده وقدر رودريغو فعلا يخفف كثير بتعاون مع عدريزولا من خطورة هذا اللاعب في حين شامبرلين مش بمستوى بالفترة الأخيرة ما بتخاف منه اللي توقف أمامه من عامامه الزوايا إسكو بقدر يلعب هذا الدور وكان الهدف من دخول إسكو أيضا أنه لما توصل الكرة يوقف على الكرة لأنه كل وقفة على الكرة فيها دقيقة من الأوقات الباقية مش جدال تكتيكي آخر كان صح من كلوب وصح من زيدان المباراة اليوم ما كانت مسألة مدربين كانت مسألة لاعبين جاتهم فرص ضيعوها ولاعبين دافعوا بانتظام وبتحيوية صراحة وقتالية لآخر لحظة مباراة أخرى ممتازة من ناتشو ميليتوب أنا بعتبرها بتزيد الضغط أكثر وأكثر على المسألة المفاوضات سيرجي راموس عندك مدافعين ممتازين شخصيتهم قوية مش عم بتوتروا مهما صارت السيناريوهات عندهم لسه شوية هفاهات وهذا طبيعي جدا لأنه ولا واحد من الأربعة اللي خلف لما يتحطوا مدربة اليوم ما كانوا لسه كسبوا الخبرة التراكمية اللي كسبها راموس واللاعبين اللي كانوا اللعب معها زي مارسلو وفاران وكار بخال ولازم أيضا أشيد بكاسيميرو اللعب اللي بعد ما تلقى بطاقة صفراء اتصرف بذكاء كبير جدا ما قبل يكون لعب غير مفيد اتحول لعب ممتاز للغاية بالتمركز صار أي مساحة تظهر بابين ناتشو ميليتاو بتلقى فيها خلف كروس مودريتش بتلقى فيها أصبح لعب من حيث التمركز يقلل خيارات الخصر وكان قادر دائما يكون موجود ما عاد يدخل بخشوله ما عاد إلو علاقة بالمرتدات فعلا صار إلو علاقته الأكثر بأنه يكون لعب إضافي يمنع كثير خيارات لفربول أمام المرمى وهنا خبرة واضحة جدا عند كاسيميرو ثبات انفعالي صراحة أنا كنت حاسس للحظة أنه ممكن ينطرد بعد تدخل اللي شفنا منه الروح لنهاية هذه الحلقة طبعا مستحيل لأنه مستحيل تخلص هذه الحلقة بدون أحكا عن كورتوا الحارس اللي كان بعد أول موسم الكل بده يطلع الحارس اللي ارتد بشكل رائع جدا الحارس الربما تكون أفضل هديين عملت له إنه تم إخراج نفاس مش تقليلا من نفاس نفاس حارس رائع بدور الأبطال لكن بعض الأحيان لما يكون الحارس عم ينزل مستوى وعنده مشاكل ربما أحسن شي تعمله يا ترفع عنه الضغط تقول له يا أخي أنت الأساسي ها بطل في نفاس وجبنا لك حارس زيدان مش بيحترف إنه موجود وريني وكورتوا وراهم وعمل ردد فعل رهيب جدا وكورتوا أصبح الآن من العناصر الأساسية الموثوق فيها بريال مدريد بل أصبح أيضا جزء من العمود الفقري لهذا الفريق بقدر أحكي ريال مدريد نجح باللقاء بناء على إرهاقه وعلى إصاباته وعلى المبارات المتراكمة بناء عن تيجة لقاء الذهب قدر يا من اللي عليه بالنسبة للفربول أيضا عمل اللي عليه بكل شيء إلا أنه سجل أهداف تحسن الفريق أعطانا وجه للفربول بتقول لسه بدري البعض اللي بلش يتكلم عن انحضار مشروع وقلق من المشروع والكلام هذا الفريق هذا ما زال عنده الهيكل القوي اللي أكيد بده لمسة أو لمستين بالجودة بلا نقاش عشان يرجع ينافس بقوة لأنه بلعب دوري صعب للغاية وبعدها عنده طموحاتي الآن أصبحت كبيرة جمهور وأصبح ما بيرضى أنه يطلع من دور الثماني بدور الأبطال بعد ما شاف فريق عمل يتتوج فيه قبل السنة فقط بلوصل هنا نهاية حلقة سيلفي أوروبا كنت معكم أنا محمد عوال موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا نتابوهوني على سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله